نستهل مشاهدين الملفة الدولية من ليبيا حيث أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامس تحقيق انفراجة في المحادثات المنعقدة في تونس بين الفرقاء الليبيين وقالت ويليامس إن الأطراف توصلت إلى اتفاق أولي بشأن خريطة طريق تنظم بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا التفاصيل مع نجو البقالي بعد أيام على أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا خلال مؤتمر صحفي أن المشاركين الليبيين في الحوار السياسي الذي تم إطلاقه يوم الاثنين الماضي بتونس العاصمة تترق إلى العديد من القضايا المتعلقة بالمسلسل الدستوري في ليبيا وعلى الخصوص اختصاصات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وكذا المصالحة الوطنية المسؤولة الأممية أضافت أن الأطراف الليبي وافقت أيضا على خارطة طريق توضح الخطوات الضرورية لتوحيد المؤسسات الليبيا وإعادة النازحين السيدة ويليامزة أوضحت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت يوم الأحد اجتماعات مع مختلف المجموعات الليبيا بما فيها المجتمع المدني تم التجديد خلالها على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان مؤكدة أن النقاشات ستتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني في ليبيا وينتظر أن يعبر المشاركون في الحوار الجاري بتونس عن أرائهم ويبدون ملاحظاتهم حول مقتضيات مشروع خارطة طريق عرضت عليهم المحادثات تأتي استمرارا لما تم التوصل إليه خلال الجلسات الأخرى للحوار السياسي والعسكري تحت رعاية الأمم المتحدة بكل من المغرب ألمانيا مصر سويسرا وليبيا وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فإن استئناف الحوار الليبي هو ثمرة اللقاءات السابقة بين الفرقاء الليبيين ومنها جولات الحوار ببوزنيقة والتي توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وأليات ومعايير اختيار شاغل المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر من عام خمسة عشر وألفين بصخيرات